حيو الاجل مغمراتي يا حي مركوب الثلائي غي هذا المنايا جيت من قد سباك في حياة العديد جيت جود السحابة يعروق الضمايا بين أبوك الصريب وبين جد حكيم إذن مشاهدين الكرام بعد أن شاهدنا هذه الأمسية 12 شوطا حضرت في ميدان الشحانية هنا تتويج الفائزين برموز سن الحقايق بعد ظهور نتائج الفحص من عبدالله بن محمد الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباق الهجن هنا في ميدان الشحانية هنا نتابع أيضا هذه اللقطات وتتويج الفائزين بأشواط رموز سن الحقايق بعد أيضا نتائج الفحص تتويج الفائزين بالحقايق واللقاية والإجذاع هنا الشلفة الشلفة الفضية والشوط الأول الرئيسي الخاص بالحقايق أمجاد العبيد بن غدير بن حمدان الجحافي من استطاعت أن تنتزع الشلفة الفضية الخاصة للإبكار الحقايق نهني عبيد بن غدير بن حمدان الجحافي وسلام يا السلطنة سلام على هذا الفوز والانتصار هنا الطاقم الفني وأخذ الصور التذكارية مع شلفة أمجاد صاحبة شلفة سن الحقايق والشوط المفتوح الخاص بالحقايق نهني الجحافي عبيد بن غدير بن حمدان الجحافي على انتزاع أمجاد هذه الشلفة الغالية في ختام سباقي سمو أمير البلاد المفدى هنا أخذ الصور التذكارية مع شلفة أمجاد الشوط الثاني أتى المسك لينتزع الخنجر الفضي للحقايق القعدان نهني مالك المسك محمد بالحزمي بن قناص العامري هنا خنجر خنجر المسك وأيضا صاحب الشوط الأول الرئيسي المفتوح في سن الحقايق هنا محمد بالحزمي بن قناص العامري يستلم أيضا هذا الرمز الغالي وأخذ أيضا صور التذكارية مع سعادة عبدالله بن محمد الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباق الهجن هنا في ميدان الشحانية نهني بن قناص أيضا من استطاع أن يقنص أغلى أشواط الحقايق الشوط المفتوح الشوط الثالث هناك كانت الشايبة نهني محمد بن ناصر بالعوذي المنهالي من استطاع أن ينتزع الشلفة الخاصة بالإبكار الإنتاج الشلفة الفضية ذهبت أيضا مع شعار بالعوذي المنهالي من قدم لنا الشايبة هنا محمد بن ناصر بالعوذي المنهالي يستلم هذه الشلفة الفضية الغالية من سعادة عبدالله بن محمد الكواري هنا أيضا الطاقم الفني أو أخذ أيضا الصور التذكارية مع شلفة الشايبة نهني بالعوذي على هذا الفوز وهذا الانتصار خنجر القعدان خنجر الخاص بالإنتاج بأشواط الإنتاج الحقائق خوف من استطاع أن ينتزع هذا الشوت ويهدي بالعوذي أيضا هذا الفوز والانتصار مضفر بن محمد بن سعيد بالعوذي من قدم لنا خوف في خنجر القعدان الحقائق الإنتاج هنا أيضا بالعوذي ويستلم هذا الخنجر الغالي والتتويج أيضا وأخذ هذه الصور التذكارية مع خنجر خوف نهني بالعوذي على هذا الفوز والانتصار هنا أيضا هذه الصور التذكارية مع سعادة عبدالله بن محمد الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة والطاقم أيضا الفني لعزبة بالعوذي من استطاع أن ينتزع خنجر غالي في هذا الختامي الكبير هنا بالعضيل يترقى أيضا التهاني بعد أيضا ظهور نتائج الفحص بالنسبة لأشواط الحقائق وأشواط الإنتاج نستكمل تتويج الفائزين بسن اللقاية مشاهدينا الكرام الشوط الرئيسي الخاص بالبكار اللقاية استطاعت كرارة أن تنتزع هذه الشلفة الغالية لو تهدي محمد بسهيل بن عويضان العامري كرارة هي الرقم الصعب وصاحبة الشوط الأول الرئيسي المفتوح هنا تتويج محمد بسهيل بن عويضان العامري مالكي كرارة من استطاعت أن تنتزع الشلفة والشوط الرئيسي المفتوح الخنجر والشوط الرئيسي الخاص بالقعدان وهن ولن موسى بن عبدالعزيز بن عبدالله الموسى هنا الموسى من استطاع أن ينتزع خنجر القعدان هنا تتويج مالكي نجد موسى بن عبدالعزيز بن عبدالله الموسى من إنتزع الخنجر الفضي في سن اللقاية والشوط الرئيسي ونّا أخذ في الصور التذكرية مشاهدين الكرام مع خنجري نجد صاحب الشوط الرئيسي الخاص بسن اللقاية هنا مضمر نجد أيضا وأخذ الصور التذكارية نهني أبناء المملكة ونهني موسى بن عبدالعزيز بن عبدالله الموسى على انتزاع خنجر القعدان المفتوح الشلفة والشوط الثالث من حاف من استطاعة تنتزع شوط العمانيات نهني مالكي من حاف مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي من قدم لنا من حاف في شوط العمانيات والشلفة الغالية هنا في الاستلام من سعادة عبدالله بن محمد الكواري شلفة من حاف المملوكة لمطر بن عيسى بن مطر الفلاحي نهني أيضا الفلاحي على هذا الفوز والانتصار هنا أيضا أشبال مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي وأخذ الصور التذكارية مع شلفة من حاف التي استطاعت أن تنتزع شلفة العمانيات مشاهدين الكرام في هذا الختام الكبير شوطنا الرابع أتى المقطع لينتزع بن عويضان مرة أخرى ناموس مستحق والخنجر الفضي لسن اللقاية القعداني العمانيات نهني حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري من قدم لنا المقطع في الشوط الرئيسي الخاص بالإعمانيات مع المقطع الثاني لحمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري هنا خنجر المقطع وأيضا التتويج للفائزين في هذا المساء بعد ظهور نتائج الفحص نهني بن عويضان على انتزاع خنجر القعدان اللقاية الإعمانيات شوطنا الخامس مشاهدين الكرام استطاعت عبير أن تنتزع هذا الشوط الخاص بشلفة البكار الانتاج نهني مالك عبير محمد بن حمد بن حميد البطيني أهالي السلطنة من استطاعوا أن يظفروا بهذه الشلفة الغالية هون البطيني وأيضا تتويج بشلفة عبير نهني أبناء السلطنة على هذا الفوز والانتصار واختطاف شلفة الانتاج للابكار اللقاية شوط السادس وأتى الفارس لينتزع الخنجر الفضي لسن اللقاية الانتاج الفارس لسعيد بن علي بن عبيد بن بخيت الاكتبي من قدم لنا الفارس في شوط الانتاج واستطاع أن يخطف خنجر اللقاية القاعدان للانتاج هنا سعيد بن علي بن عبيد بن بخيت الاكتبي واستلامي خنجر الفارس كان فارسا في أشواط الانتاج تهانينة والنموس لجميع الفائزين في سن اللقاية سوف نكستكمل بقية التتويج بإذن الله تعالى وأشواط الخاصة بسن الجذاع بعد ظهور نتائج الفحص مشاهدين الكرام ستة أشواط خاصة بسن اللقاية الشوط الأول الرئيسي أتت مود لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي لتنتزع الشلفة الفضية والشوط المفتوح للإجذاع هنا علي بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي في استلام هذه الشلفة الغالية والتتويج من قبل سعادة عبدالله بن محمد الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة مشاهدين الكرام وأخذ الصور التذكارية مع مود أو شوط مود من استطاعة تنتزع أول أشواط البكار والشوط المفتوح الشوط الثاني أتى العصوف ليهدي هجن السيرية ناموس ممتاز ومستحق من خلال حصوله على الخنجر الفضي والشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان المفتوح قعدان للإجذاع هنا عبدالله بن سعيد العيدة لورد يستلم هذا الخنجر الغالي وأخذ هذه الصور التذكارية نهني هجن السيرية والتانية لحمد بن راشد بالراية من قدم لنا العصوف لهجن السيرية المملوكة لورد عبدالله بن سعيد العيدة هنا تتويج أيضا من قبل سعادة عبدالله بن محمد الكواري الشوط الثالث أتى اليرموك لينتزع الشلفة اليرموك لتنتزع الشلفة الفضية للبكار الإجذاع العمانيات نهني عبداللهدي بن خليل بن منصور الشهواني شعار الجنرال من قدم لنا اليرموك في شوط الشلفة الفضية الخاص بالبكار المحليات هنا أيضا حمد بن حزام الزعبي مضمر اليرموك وهنا عبداللهدي بن خليل بن منصور الشهواني يستلم هذه الشلفة الغالية شلفة اليرموك وأبناء عبداللهدي بن خليل بن منصور الشهواني المتوجين في هذا المساء شلفة اليرموك مشاهدين الكرام وأيضا هنا حمد بن حزام الزعبي وراشد بن سعيد الزعبي في هذا التتويج الغالي شوط الرابع مشاهدين الكرام أتى الصنع لينتزع الخنجر الخاص بالقعدان العمانيات نهني الجنرال عبداللهدي بن خليل بن منصور الشهواني من قدم لنا اليرموك والصنع في شوط الإحمانيات مشاهدين الكرام هنا الجنرال عبداللهدي بن خليل بن منصور الشلفة يستلم الشلفة والخنجر شلف اليرموك وخنجر الصنع في أشواط الإجذاع الإحمانيات وأخذ الصور التذكارية هنا أخذ الصور التذكارية مشاهدين الكرام شلفة اليرموك وخنجر الصنع المملوكة للجنرال عبداللهدي بن خليل بن منصور الشهواني وهنا حمد بن حزام الزعبي مضمرا لليرموك والصنع يستلم أيضا الشلفة والخنجر في هذا التتويج المسائي شوطنا الخامس أتت غصايب لتنتزع الشلفة الخاصة بأشواط الإجذاع الانتاج نهني حسين بن حمد بن حسين بن علي الجرحب من قدم لنا غصايب منتزعة شوط الانتاج نهني بن جرحب على هذا الفوز والانتصار الحسين بن حمد بن حسين بن علي الجرحب مالكي غصايب هنا في استلامي هذه الشلفة الغالية من سعادة عبدالله بن محمد الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق الهجن هنا شلفة غصايب مشاهدين الكرام المملوكة الحسين بن حمد بن حسين بن علي الجرحب مع شلفة الانتاج للجذاع وهنا أخذ الصور التذكارية مشاهدين الكرام من الجرحب أيضا الحاضرين والمتوجين في هذا المساء بعد ظهور نتائج الفحص نهني جميع الفائزين هنا أيضا شلفة غصايب صاحبة شلفة الانتاج الشوط السادس مشاهدين الكرام الشوط السادس ساتة مياس لناصر بن حمد بن قناص العامري لينتزع الخنجر الفضي الخاص بالقعدان الانتاج هنا لحظات تتويج مالكي مياس ناصر بن حمد بن قناص العامري هنا استلام خنجر القعدان الانتاج نهني مالكي مياس ناصر بن حمد بن قناص بن علي العامري مشاهدين الكرام في هذا التتويج تتويج الفائزين برموز هذا المهرجان الغالي من قبل سعادة عبد الله بن محمد الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباق الهجم في ميدان الشحانية إذن مشاهدين الكرام نصل في هذه اللحظات إلى ختام تتويج الفائزين برموز سن الحقائق واللقاية والإجذاع بعد ظهور نتائج الفحص ترجمة نانسي قنقر